النهاردة محكمة جيناتز أزيق المنعقدة بمعهد أومناء الشرطة بتورا قد تبقى الاعدام شنقا للإرهابي عادل حبارة فوقعت اتهامه بقتل مخبر في مباحث أبو كبير بعد تصديق فضيلة المفتي على حكم الاعدام إنيابة العامة كانت سبق حالة الإرهابي عادل محمد إبراهيم والشهير بعادل حبارة في القضية اللي شهدت مقتل مخبر شرطة ربيع عبدالله علي بوحدة مباحث أبو كبير تم قتله عمدا مع سبق الإسرار والترصد باستخدام سلاح ناري وإصابته بعدة إصابات أودت بحياته ولذا بالهرب مع آخر مستقلين دراجة نارية